أرئيس السيسي يوجه بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حوافز مالية إضافية للفلاحين مدبولي يستعرض إجراءات توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية مستلزمات الإنتاج والإفراج عن الواردات من الموانئ ألمانيا تقر حزمة دعم بقيمة 65 مليار يورو لمواجهة التضخم وفنلندا تعتمد خطة بعشرة مليارات يورو ودولار لدعم استقرار سوق الطاقة التسعى مساء بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم موسيقى موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أربحهم فضلا عن تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وفي لقاء آخر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد رئيس السيسي على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن وزير الخارجية السعودي نقل لسيد رئيس تحيات شقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعيد ومواصلة مسيرة العمل المشترك وتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية من جانبه طالب السيد رئيس نقل تحياته إلى شقيقه جلالة العهل السعودي وسموه ولي العهد مؤكداً سيادته الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها لا سيما في ضوء ظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون السنائي بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع تناول متابعة منظومة الانتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار وقد عرض السيد وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما فيها ما تم مؤخرا من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح كما عرض الوزير السيد السيد القصير الخطط التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية كمحور من أهم محاول تعظيم الانتاج الزراعي مع تكسيف حملات التوعية للمزارعين وتدعيم الشركة مع القطاع الخاص في هذا الصدد كما تم استعراض التقاة الانتاجية المتوفرة حاليا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لانتاج الأسمد وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية فضلا عن كون الأسمد من أهم المدخلات المؤثرة على الانتاج الزراعي والأمن الغذائي وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراع فيما تعلق بتعظيم الثروة الحيوانية وتطوير منظومة الأعلاف إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين فضلا عن مواصلة رفع كفاءة اسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدا اجتماعه الخامس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر وقال المنصق العام للحوار الوطني دياء راشوان إنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكذلك اللجان الفرعية الخمس عشرة المنبثقة عنها ومن المقرر أيضا إعداد الملفات والموضوعات التي ستناقش في الجلسات القادمة للحوار وتحديد الموعيد المقررات لها ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس التنصيقي للسياسات المالية والنقدية خلال هذا الاجتماع أكد مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنصيقا على أعلى مستوى بين الحكومة والبنك المركزي مشيرا إلى أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظة البنك المركزية قد ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الانتاج للمصانع وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كما تم استعراض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري وتطرق الاجتماع أيضا إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركي للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ وأضاف المتحدث أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب بما يسهم في دعم الاقتصاد فضلا عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاستعدادات جارية لاستضافة منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفريقة والمقرر انعقاده تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة وطلع مدبولي على الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الخروج بنتائج جيدة من الدورة الثانية للمنتدى في ظل المشاركة الدولية رفيعة المستوى من المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسؤولي الأمم المتحدة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة للأهالي بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاء ذلك خلال لقاء مدبولي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعط لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة حيث أشار الوزير إلى جهود تطوير شبكة الإنترنت من خلال مشروعي سهم وحياة كريمة سعيا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا الإطار وموضحا أنه من المستهدف نشر خدمات الألياف الضوئية وزيادة عدد المنازل المربوطة من 180 ألف منزل مشترك حاليا إلى 7.5 مليون منزل خلال خمس سنوات فضلا عن مد كبلات الألياف الضوئية لأكثر من 3 ملايين منزل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطار حرص القيادة العامة لقوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للأكاديميات والكليات العسكرية للعام الدراسي 2022-2023 وفي ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام والتي نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى لقبول بالجماعات المصرية صدق القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسي 2022-2023 لطلبة الشعبة العلمية لتكون 55% بدلا من 60% أسوى بما تم في الشعبة الأدبية استقبل وزير الداخلية محمود توفيق نظيره بدولة نايجر حماد أدموسولي والوفد المرافق لهم استعرض الجانباني أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين إضافة إلى آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وقد أعرب وزير الداخلية عن حرص الوزارة على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة نايجر وذلك في ضوء علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين من جاتي أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وصلت وزارة الداخلية جهودها المتميزة على مستوى الجمهورية خلال شهر في مجال الأمن العام وحققت نجاحات كبيرة في كافة شتى صور الجريمة للمزيد نتابع جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط ألفين واثنين وثلاثين عنصرا إجراميا ومصرع سمانية عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق خمس وعشرين مديرية أمنة والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح قتل مخدرات سرقة وضبط معهم تسعمائة وسبع وثمانين قطع الصلاح ناري أبرزها جرينوف ومائة وخمس وخمسون بندقية أليا ومائة وتسع وعشرون بندقية خرطوش وثلاثة وثلاثون مسدسا وستمائة وتسعة وستون فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط سلاثمائة وخمسة متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر أربعة ألاف وخمسمائة وثمان وتسعين قطع السلاح ناري بحوزة ثلاثة ألاف وثمانمائة وتسعة وستين متهما أبرزها إثنان جيرنوف ورشاشان وثمان بنادق وثلاثمائة وتسع وثمانون بندقية ألية ومائتان وتسعة عشر مسدسا وثلاثة ألاف واربعمائة وثنان وثلاثون فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وخمسمائة وخمس وثلاثون خزينة إضافة لسبعة ألاف وست وخمسين قطعة سلاح أبيض وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط ستة وعشرين تشكيلا عصابيا ضموا مائة متهما قاموا بارتكاب اثنين وتسعين حادث متنوع كما تم ضبط أربعمائة وثمانية وأربعين متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطقة وتم كشف غموض سلاسمائة وستة وأربعين حادث ما بين خطف وقتل وسرق بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبوها بإجمالي خمسمائة وتسعة وأربعين متهما كما تم إعادة سلاس سيارات مبلغ بسرقتها وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين وسلاسمائة وواحد وسلسين ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعين حكما قضائيا من بينها سمانية ألاف وتسعمائة وسبعة حكم جنيا وسبعمائة وسمانية عشر الفة وتسعمائة وواحد وتسعون حكم حبس جزئي ومائة وأربعة وعشر ألفا وأربعمائة وأربعة عشر حكم مستأنف ومليون ومائة وستة وخامسون ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسون حكم غرمة و 322 ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرون حكم مخالفة وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 212 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 40 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط قرابة 172 طن وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 710 قضايا من بينها 194 قضية خبز ناقص الوزن و178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في إطار حرس وزارة الداخلية للتسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023 فقد تقرر مد موعد التقدم للتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحصلين على المؤهلات الجامعية لمدة أسبوع حتى الخميس الموافق 22 سبتمبر كما تقرر السماح للمتقدمين للتحاق بكلية الشرطة من الحصلين على هذه المؤهلات بتقديم شهادة مؤقتة أو إفادة بالحصول على المؤهل الجامعي وذلك لحين استخراج أصل شهادة التخرج مع مراعاة عدم السماح لهم بالمثول أمام لجنة اختيار الطلبة الجدد الهيئة إلا عقب تقديم أصل الشهادة رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعيين عبدالله باتيلي ممثلا خاصا جديدا لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم الأممية في ليبيا ودع المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الأطراف الليبية إلى تعاون مع بتيلي ودعم مهمته معربا عن الثقة في قيامه بمؤصلة الجهود التي تطلع بها الأمم المتحدة منذ فترة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال بلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها وتجري على أساسها الانتخابة الوطنية أكد رئيس الوزراء العرقية مصطفى الكاثمي أهمية استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في ملف مكافحة الإرهاب وتنمية العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات جذلك خلال استقبال القادمي مساعدة وزير الخارجي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف حيث جرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في العراق ودور الحكومة في مواجهة التحديات وجهدها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر اطلاق مبادرات عدة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية ومن جانبها أكدت ليف دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية لتجاوز الأزمة والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره أكد أمين عام مجلس النواب المسشار أحمد مناع عظم التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والتي تمثل دافعا أكبر لتكاتف الجميع وتضافر الجهود وتبادل الخبرات البرلمانية العربية خلال كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية والذي يعقد بمقر مجلس النواب أكد مناع على الدور المحوري الهام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في تحقيق التعاون والتنصيق بين البرلمانات العربية ودعم قدراتها في سبيل ضمان أداء البرلمانات لأدوارها الدستورية والتشريعية خدمة لقضايا الشعوب والمجتمعات العربية ومؤكدا أن نجح أي مؤسسة برلمانية في النهوض بمسؤولياتها يقتدي وجود جهاز إداري محترف مسؤول عن وضع رسالة هذه المؤسسة موضع التنفيذ الهدف من تأسيس الجمعية أنذاك هو بناء جسور تعاون وتنظيم ما بين المجالس والبرلمانات العربية خدمة لهذه المجالس والبرلمانات العربية هذه الجمعية يعني نوعا ما تتكلم عن موضوع تطوير الأداء في الأمانات العامة تطوير عمل الأمانات العامة كي يرقى إلى طموح البرلمانيين خاصة ونحن نعيش الآن عصر التكنولوجيا والتقدم الشاسع الأمانات العامين هم اللي بيديروا العمل البرلماني سواء من ناحية الإدارية أو من ناحية البرلمانية لتطوير العمل سواء على تبادل الخبرات على المستوى العربي فيما بيننا وتبادل الرؤى للقضايا المشتركة ما بيننا دايما التعاون وتبادل الخبرات بينتج المزيد من التطوير والمزيد من الارتقاء بالعمل وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية فيما بينها البعض طبعا هذه أرض الكنانة أرض الحضارات استضافتنا هنا حناك اجتماع جمعية الأمانة العامين وبالتالي الحمد لله بدأ الاجتماع وكانت جميع الوفود مبسوطة على ما دار الحمد لله اليوم وكان افتتاح بسيط وبسط وإن شاء الله في اليوم قد نكمل ما تبقى من جدول الاجتماع طلب الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلنسكي الاتحاد الأوروبي بالاستعجال في تخصيص الحزمة التالية من المساعدات الأوكرانية كما حث الاتحاد على فرض المزيد من العقوبات على روسيا خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفاوضية الأوروبية أرزولا فندرلاين قال زيلنسكي أنه بحث تخصيص الدفعة التالية من مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية في أسرع وقت ممكن مشددا على الحاجة لإعداد الحزمة الثامنة من العقوبات الغربية على روسيا بما يتضمن حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس وأضاف زيلنسكي أنه نسق مع فندرلاين الخطوات اللازمة للحد من حصول روسيا على أرباح زائدة عن الحد من بيع النفط والغاز قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميهال إن بلاده تتوقع تلقي خمسة مليارات يورو من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع وأضاف شيميهال أن الدعم الأوروبي سيساعد في ضمان استقرار الاقتصاد الأوكراني ودعم العمليات العسكرية في مواجهة روسيا كما توقع الرئيس الوزراء في بيانه أن تزاود ألمانيا كييف بأنظمة دفاع جوي متطورة في الخريف المقبل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بثماني مسيرات على محطة زابوريجيا النووية أوضح رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الروسية للمدينة أليكزاندر فولغا أن القصف الأوكراني قد أدى إلى تفعيل الحماية في حالات الطوارئ بالمحطة النووية ويجري الآن قياس الخلفية الإشعاعي على أراضي محطة طاقة نووية باستمرار عقوبات اقتصادية أزمة طاقة نقص إمدادات الغذاء أزمات متلحقة تشهدها الأزمة الأوكرانية التي تقع بين فكيب الروسي والتكتل الأوروبي وحلفائه هنا في محطة زابوريجيا النووية كانت الشهدة أزمة خطيرة تمثلت في إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المحطة فصلت عن أخر خط كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط فبعد أقل من 48 ساعة من تواجد بعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة في جنوب أوكرانيا تم الإعلان بأن رابع خط كهربائي تشغلي بقدرة 750 كيلو فولت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية قطعة بعد أن فقدت الخطوط الثلاثة الأخرى في وقت سابق خلال المواجهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن مفاعلاً واحداً لا يزال يعمل وينتجوا الكهرباء لكل من التبريد ومهام أخرى أساسية للسلام في الموقع وكذلك للمنازل والمصانع وغيرها عبر الشبكة وتزيد القلق في الأسابيع الأخيرة من عمليات قصف تستهدف المنطقة التي تضم محطة زابوريجيا وهي الأكبر في أوروبا وسيطرت روسيا على المحطة خلال الأزمة المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في حين تتهم كييف موسكو باستغلال المنشأة لحميات قواتها وهو اتهام تنفيه موسكو وترفض في الوقت نفسه الدعوات لسحب قواتها أعلنت أوكرانيا إرسال أكبر قافلة من السفن المحملة بالحبوب منذ بدء العمل باتفاق إعادة تصدير الحبوب عبر المواني الأوكرانية وذلك بعدما غدرت 13 سفين موانيها وعلمت نها 282.500 طن من المنتجات الزراعية للأسواق العالمية وهذه الشحنة إلى التي تتجه إلى ثماني دول في موانئ أوديسا واتشورونو موراسك وبيفديني على البحر الأسود ترجمة نانسي قنقر أفادت وكالة رويترس باعتزام وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي مناقشة صقف الارتفاع في أسعار الغاز في التاسع من الشهر الجاري ويتي ذلك فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أوروبا ينتظرها شتاء صعب وأن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة وأضف بوريل أن أوروبا ستكون بحل أفضل في فصل الربيع حال تجوزها الأزمة وحفاظها على وحدتها واستمرار التوازن العسكري بين دول القارة وفقت الحكومة الألمانية على خطة بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الضغط على الأسرة واصطرتفاع لفواتير الطاقة وأعلن المستشار الألماني أولف شولز أن الحزمة تشمل دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تزديد فواتير الطاقة المرتفعة وستشمل حزمة المساعدات أيضا الطلاب بتفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة كما ستغطي تكلفات التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان أفدت وكالة بلومبرغ بموافقة فنلندا على خطة طارئة بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار السوق الطاقة واتذلك بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز عن عدة دول أوروبية من بينها فنلندا وبولغاريا والدنمارك وهولندا وبولندا كما خفضت موسكو التدفقات عبر خضوط الغاز إلى دول أخرى أعلن مجلس الاستقرار المالي السويدي الموافقة على تدابير لحماية الاستقرار المالي أضف المجلس أن الأسواق المالية في السويد تعمل بشكل جيد في الوقت الراهن وأن القطاع المالي لديه سيولة جيدة لكنه أشار إلى أن أسعار الكهرباء المرتفعة والمتقلبة قد أسهمت في ظهور مخاطر جديدة على وضع الاستقرار المالي في السويد قال الرئيس الإيطالي سيرجيو متاريلا إن هناك حاجة مسا لتحرك أوروبي عاجل للتعامل مع أزمة الطاقة التي بلغت ذروتها وأصبحت إحدى أهم قضايا في الوقت الراهن وعتبر متاريلا أن الاتحاد الأوروبي هو التكتل القاري الوحيد القادر على تهديئة أسعار الطاقة ودعم أنشطة الإنتاج وضمان الخدمات للمواطنين مشيرا إلى أن أزمة الطاقة فاقمت الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا التي لم تنتهي بعد نشطة أسعى ما زالت مستمرة وتتابعون فيها الجيش التايواني يبدأ غدا تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية تستمر حتى نهاية الأسبوع نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من المناورات العسكرية المشتركة الواسعة فاستاق 2022 تشمل هذه المناورات العسكرية مشاركة أكثر من خمسين ألف جندي وأكثر من خمسة ألاف وحدة أسلحة بما في ذلك مائة وأربعون طائرة وستون سفينة حربية فيما قالت وزارة الدفاع الروسية أن المناورات مستمرة حتى السابع من الشهر الجاري في سبعة ميادين رماية في شرق روسيا وبحر اليابان تواصل الولايات المتحدة إجراء تدريبات عسكرية مشتركة في بحر البلطيق مع كل من فنلندا والسويد وتشمل التدريبات مشاركة سفينة الحربية الهجومية التابعة للأسطول الأمريكي وذلك بهدف تعزيز السلامة والأمن في المنطقة في بحر البلطيق ذكرت صحيفة فوكس تايوان المحلية أن الجيش التايواني من المقرر أن يجري تدريبات عسكرية بدخيرة الحية جنوبي البلاد اعتبارا من الغد حتى نهاية الأسبوع نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري تايواني قول أن التدريبات تختبر القدرات القتالية لمختلف وحدات تايباي بما في ذلك طائرات الهليكوبتر القتالية والعربات المدرعة حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال اقتراب إعسار هيام نور القوي من جزيرة كيوشو الرئيسية ومن موجات عالية وهبات رياح قوية وانهيارات أرضية وشددت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية على ضرورة أن يتوخى المواطنون شرق وغرب البلاد الحذر هذا وأصدرت السلطات أوامر إجلاء لأكثر من 109 ألاف شخص من سكان إشيجاكي ومياكو ومناطق أخرى في أوكيناوا حيث تجوزت سرعة الرياح 72 كم في الساعة وبلغت شدة طول الأمطار 64 ميلي متر في الساعة في بعض المناطق بالمقاطعة وجه رئيس الكوري الجنوبي يونس يونك يول الحكومة للقيام باستجابة أقوى وأكثر سرعة مع اقتراب إعصار هنا مناور وذلك من البلاد وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد أعلنت أنه من المتوقع أن يصل هذا الإعصار إلى سواحي الجزيرة تجيجو هذا الأسبوع وأصنفت هيئة الأرصاد في كوريا الجنوبية الإعصار باعتباره فائق القوة ويتحرك بسرعة رياح قصوى تبلغ 54 مترا في الثانية أوقفت مدن في شرق السين خدمة العبارات وعلقت الدراسة في الوقت الذي تستعد فيه لوصول الإعصار هي النور ومن المتوقع أن يضر الإعصار أيضا بالدول المجاورة تايوان واليابان والكوريتين وعلقت حكومة شنغهاي اليوم الأحد خدمة العبارات ونشرت أكثر من 50 ألف شرطي للمساعدة في عمليات الإنقاذ وتوجيح حركة المرور بعيدا عن المناطق المعرضة للخطر كما أمرت السلطات في مدينة وينتشو التجارية في الشرق بغلق جميع المدارس يوم الاثنين قالت سلطات إقليم السند أن الحكومة الباكستانية قامت بتصريف المياه من أكبر بحير عذبة في البلاد لتجنب الفيضانات في المزيد من المناطق ذات الكتافة السكانية العالية إلى ذلك نشدت باكستان المجتمع الدولي بسرعة توفير استجابة إنسانية هائلة لضحايا الفيضانات غير المسبوقة والتي أدت إلى مصرع ما لا يقل عن 1265 شخصا فيما أشرت الأمم المتحدة إلى حاجتها لنحو 160 مليون دولار كتمويل طارئ لمساعدة ملايين الأشخاص المتضررين جراء الفيضانات في باكستان بعد فيضانات غير مسبوقة سببتها كوارث فادحة في باكستان تواصل العائلات النازحة معانتها بعد فقدانها للكثير من الأرواح بالإضافة للخسائر المادية التي لا تحصى وكذلك خطر الإصابة بالأمراض وتعيش معظم العائلات النازحة في أماكن إيواء مؤقتة لحين رفع الأضرار وعودة الحياة لطبيعتها وهي المهمة التي ترى فيها الحكومة صعوبة كبيرة حيث ناشدت باكستان المجتمع الدولي من أجل استجابة إنسانية هائلة للمساعدة على تخط الأزمة ووفقاً لتقديرات حكومية أولية تسببت الأمطار والفيضانات في خسائر بقيمة عشرة مليارات دولار وازداد الاهتمام الدولي بمحنة باكستان مع ارتفاع عدد الضحايا والمشردين حيث قامت عدة دول بإنشاء جسر جوي إنساني لتوصيل الإمدادات اللازمة التي تحتاجها الدولة في مواجهة هذه الكارثة وأرجع العديد من المسؤولين والخبراء سبب الأمطار الموسمية والفيضانات غير العادية إلى تغير المناخ وفي أحدث تقرير لها أحصت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث نحو 57 حالة وفاة أخرى من المناطق المتضررة من الفيضانات وبذلك يرتفع إجمالي عدد الضحايا منذ بدءه طول الأمطار الموسمية في منتصف يونيو الماضي إلى 1265 شخصاً بينهم 441 طفلاً هي إذن ظروف عصيبة تمر بها باكستان بعد فيضانات عنيفة أتت على الأخضر واليابس يشهد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفريق مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات تمويل الدولية والإقليمية ومسؤولي الأمم المتحدة ويعقد المنتدى في السابع من سبتمبر الحالي تحت رعاية الرئيس السيسي ويهدفه لوضع توصيات وأفكار بناءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط اللاسيما وأن المنتدى ينعقد قبل ستين يوماً فقط من مؤتمر المناخ كاب 27 المقرر انعقده بمدينة شرم الشيخ هذا ويشهد المنتدى منقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي بالتركيز بشكل خاص على القارة الأفريقية أطلقت وزارة الشباب والرياضة والبيئة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونساف مبادرة جديدة تهدف إلى مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ وهي عبارة عن قافلة تجوب ربوع محافظات مصر يقود قافلة الشباب والمناخ وهي شاحنة تعمل بالغاز فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر ابتداء من الخامس من سبتمبر من عام 2022 وذلك استعدادا لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر القادم في شرم الشيخ تنظم القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة خلال رحلتها والتي تشمل بناء القدرات وحوار الشباب ومسابقات وعروضا مسرحية ومعسكرات تدريبية إضافة إلى حملات التوعية عن تغير المناخ أفخر لنا أن نكون جزء من قافلة الشباب والمناخ مع منظمات الأمم المتحدة والشقيقة التي ستسافر في جميع أنحاء مصر وتتوقف في محطات على الطول الطريق للاستماع إلى الأطفال والشباب لتعبير عن أفكارهم واقتراحاتهم حول ما يمكننا القيام به لتكيف وتأقلم مع تغير المناخ وتخفيف أثارهم القافلة هي موجود معها عدد كبير من الشباب اللي عنده وعي بالقضايا البيئية حينزلوا المحافظة حيبقى في استقبال المحافظة في استقبال القافلة قيادات من المحافظة بالإضافة للمتطوعين في كل محافظة عندهم وعي كبير بالمناخ وقضية تغير المناخ الرسالة اللي أنا عايزة وجهها للمحافظات عمتاً إن إحنا لازم نرشد استهلاكنا في كل حاجة من ناحية المية من ناحية الطاقة من ناحية الكهرباء من ناحية إن إحنا مثلاً نبطل نستخدم ورق كثير من ناحية من نقلل استهلاكنا جداً في المية من ناحية بردو إن إحنا من هتضرش كل الحاجات اللي بتبقى عندنا يعني مثلاً سواء أي حاجة أكل شرب، مية، زرعة، أي حاجة قامت مؤسسة حياة كريمة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة البريطانية بهدف تبادل الخبرات في المشروعات المشتركة لخدمة وتنمية المجتمع تضمن هذا البروتوكول تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات للتنمية وتوفر الجامعة عن طريق طلابها وفرق العمل المختلفة عدداً من الطلاب المتطوعين للقيام بالأعمال الميدانية وفقاً لتنصيق بينها وبين المؤسسة فضلاً عن تقديم الاستشارات والندوات وورش العمل في مجالات التخصص المتوفرة في جميع كليات الجامعة والقيام بأعمال التنمية المجتمعية والاستثمار في الكوادر البشرية في القرى التي تحددها المؤسسة في دلوقتي عشرين عضو هيئة تدريس موجودين في الجامعة شغالين فقط أنهم يعملوا مشاريع إذا كانت خدمة مجتمع إذا كانت أنشطة طلابية إذا كان تعليم وتعلم إذا كانت أبحاث كلها تبقى متوأمة مع هداف المبادرة بتاعت السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة إحنا بنتعاون مع المجتمع المحيط من خلال القوافل الطبية من خلال تعليم الطلبة أهم حاجة المواطنة دي أهم حاجة عندنا الجامعة البريطانية في مجال المواطنة ده اشتغلت بقى لها فترة طويلة في أنها بتطلع مع القوافل الطبية بتاعت رئيس الوزراء بتطلع عندنا كلية طب الأسنان بتساعد في معالجة الناس مجانا عندنا كلية القانون بتعمل حاجة عيادات قانونية مجانا في الحقيقة إحنا أصلا نزلنا وبدأنا الشغل على الأرض قبل توقيع البروتوكول نزلنا في عدة مبادرات منها مبادرة أنت الحياة اللي تمت بمحافظة الفيوم طبعا كان فيه للجامعة البريطانية دور كبير جدا ومساهمة على الأرض معنا في الكرة الأكثر احتياجا منها القوافل الطبية طبعا بالإضافة إلى القوافل الدعم النفسي للمدرسين إزاي يتعاملوا مع الطلبة ده برضو كنشك كنا شغالين فيه وده كترة الأسنان ده برضو كنشك إحنا كنا برضو بنتعاون فيه مع الجامعة البريطانية والآن مع أهم أنباء المال والأعمال أهم أنباء الاقتصاد في نشرة التاسعة ورغد أبو ليلا أهلا بكيرت شكرا لكم ريها مدزيب وسحر ناجي إلى أخبار المال والأعمال محلية وأيضا العالمين أهلا بكم التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بوفد من مجلس الأعمال المصري الدنماركية أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية لديها تعاون مع شركة ميرسيك الدنماركية في ميناء شرق بورسعيد كذلك مشروع إنتاج الوقود الأخضر موضحا جهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق ما يصب إليه هذا التعاون عقد وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة اجتماعا في إطار المتابعة الدورية لإجراءات قطاع البترول التي تم اتخاذها في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ومواجهة تداعياتها وتأثيرها على الجانب الذي يتم استيراده من البترول الخام وإمدادات المنتجات البترولية للسوق المصرية أكد وزير البترول على استمرار قطاع البترول في تنفيذ الخطط الموضوعة من خلال تكامل منظومة العمل والتي تراقب عن كثب كافة تطورات الأزمة والتحديات مشيرا إلى أن تكثيف قطاع البترول لإجراءاته في مجال زيادة الإنتاج وتطبيق منظومة التحول الرقمي بالإضافة إلى مشروع الترشيد التي يتم تنفيذها داخل شركات قطاع البترول عقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لقاء مواسعا مع نظيره الأردني يوسف الشمالي لبحث السبل لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية المشركة بين البلدين وذلك على المستويين أتنائي ومتعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة قالت وزارة التجارة والصناعة إن اللقاء أكد على أهمية تعزيز العمل المشرك لتدليل كافة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين مشيرة إلى أن مصر والأردن تجمعهم علاقات اقتصادية استراتيجية وذلك على المستويين أتنائي ومتعدد الأطراف ومن خلال الشراكة الصناعية بين مصر وكل من الأردن والعراق كذا أشراكت الصناعية التكاملية التي تضم مصر والأردن والإمارات والبحرين وإلى سوق المال حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسة الأسبوع بارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات متوسطة ربح رأس المال السوقي أربعة وثلاثة من عشر مليار جنيه لإغلاق عند مستوى ستمائة وأربعة وثمانين ومائة وخمسة وتسعين من ألف مليار جنيه على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي أكس ترتي بنسبة ستة من عشر من مائة بالمائة لإغلاق عند مستوى تسعة ألاف وتسعمائة وستين وتسعين نقطة كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس سفنتي متساوي الأوزان بنسبة واحد وسبعة من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى ألفين ومائة وثمانين وثمانين نقطة وصعد مؤشر إي جي أكس هونرد متساوي الأوزان بنسبة واحد من مائة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف ومائة وثمانين وثلاثين نقطة أكد بنكو الاستثمار الأوروبي عن تقديم قرد بقيمة 300 مليون يورو لدعم أعمال البحث وتطوير في شركة ألمانية التي تعد رابعة أكبر مورد للسيارات بألمانيا وذلك بهدف دعم وتطوير التقنيات المبتكرة للمركبات الخالية من الانبعاثات وتعزيز أهداف قطاع النقل بأوروبا وتسريع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وإزالة الكربون من حركة المرور نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى ريهم وصحر إليكم شكرا لك يا رغدا أبو ليلا يتوجه ملايين الناخبي في تشيلي إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد للبلاد مشروع الدستور الجديد ينص بصورة خاصة على أن تضمن الدولة للمواطنين الحق في التعليم والصحة العامة والتقاعد والسكن اللائق وإصلاح الاجتماعي تحتاجه تشيلي استفتاء إلزامي في تشيلي يهدف لاستبدال الدستور الحالي الذي صيغ في ظل حكم أوجستو بيونشي بالقرن الماضي وهو ما يعتبره كثيرون عائقا أمام إصلاح اجتماعي تحتاجه تشيلي نحو 15 مليون مواطن في تشيلي يتوجهون إلى صندوق الاقتراع للتصويت على مشروع دستور جديد بدأ العمل عليه بعد الانتفاضة الشعبية العنيفة التي جرت في عام 2019 للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية مشروع الدستور الجديد ينص بصورة خاصة على أن تضمن الدولة للمواطنين الحق في التعليم والصحة العامة والتقاعد والسكن اللائق كما يهدف المشروع إلى تكريس الحقوق البيئية والاعتراف بالشعوب الأصلية ورغم المعاني الرائجة انتخابيا التي يحملها مشروع الدستور الجديد في تشيلي إلا أنه بالفعل يتأرجح بشدة ما بين معسكر الرفض من الشعبويين الذين يخشون على مكاسب حققوها في الماضي خاصة مع تصاعد مشكلات جديدة مثل النزاعات المسلحة والفقر والإتجار بالبشر في المقابل يدعم مشروع الدستور الجديد الكثير من الشباب خاصة في العاصمة وهم ممن يرغبون في التغيير في حال فوز المؤيدين يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ في غضون عشرة أيام وفي حال رفض النص أعلن الرئيس جابريال بوريك أنه سيطلب من البرلمان بدء عملية دستورية جديدة انطلاقا من الصفر مع انتخاب جمعية تأسيسية جديدة لصياغة نص جديد مؤكدا أن استفتاء 2020 الذي عكس موافقة بنسبة 79% على وضع دستور جديد طوى نهائيا صفحة دستور عهد بيونشي والآن نتحاول لتعرف على أهم أنباء الطقس ورغدى أبو لي لمرة أخرى شكرا لكم والآن فمع أحوال الطقس اتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً لاثنين طقس حارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة ردب على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة ردب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمل الصعيد مائل للحرارة ردب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقع غداً على محافظات ومدن الجمهورية نبدأ بالقاهرة 33-24 التقصحار الإسكندرية 30-24 مطروح 30-23 بورسعيد 31-26 الإسماعيلية 33-24 ننتقل إلى السويس 33-24 العريش 30-23 طابة 35-27 شرم الشيخ 38-29 الغردقة 38-29 بالنسبة للأقصر 41-28 أصوان 42-29 الوادي الجديد 40-27 شرم الشيخ 38-29 أخيرا حليب 36-26 والآن مشاهدين نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والآن فمع أبرز لقطة في هذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مدبولي يستعرض اجراءات توفير تمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج والافراج عن الواردات من المواني المانيا تقر حزمة دعم بقيمة 65 مليار يورو لمواجهة التضخم وفنلندا تعتمد خطة بعشرة مليارات دولار لدعم استقرار سوق الطاقة وصلنا الى ختام نشرة التاسعة ولكن برنامج التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسين مزاك يا ريام مزاك يا صحر عامين ايه؟ تخيلوا اغرب حاجة حصلتني النهاردة بتكلم مع واحد صديقي على مسألة الحر والبرد ومش عارف ياه هو يفتح التكليف لحد اخر من البعاديين متكتكين فقول له يا ابني حرام عليك هتدخلنا الفريزر قال لي اللي عاوز يحافظ على اللحمة بيعمل ايه؟ طوله بدخلنا الفريزر قال لي انا بحافظ عليكم ينفع؟ طبعا طبعا متفخة مع نفس وجهة النظر؟ سبحان الله والله العظيم الناس بقتاق بس هو عموان الجو بتده يتحسن جدا بالليل طبعا بسطفة حر شوي انا شايف كده والله الجو بدأ يتحسن بقى احسن يعني اه الحمد لله فعقبال كل حاجة ما تتحسن بقى والحرب تخلص كده والامور دي تنتهي على كل ولنا في ذلك حديث اخر واستأذنكم نبدأ فقاراتنا ربنا يوفاك نهارا شكوركم